السلام عليكم أصدقائي طلاب الثالث المتوسط بهذا الفيديو راح أشوفكم الجدول استوها نشرته وزارة التربية طلعوا عالجدول شوفوه زين مادة اللغة الإنجليزية راح تكون يوم 15 سبعة 2020 تمام سويت لكم جدول راح يكون تجون طبعا يوم 12 من امتحان الإسلامية تمام تجون يوم 12 من الامتحان مال الإسلامية طبعا راح تاخدون استراحة بعدها تبدون باليوم 12 سبعة تبدون بالوحدة نصف الوحدة الأولى تقرون وتقرون إنشاء الوحدة الأولى ليلا الانشاءات راح نخليهن بالليل نقراها تمام فنصف الوحدة الأولى يوم 12 سبعة زائدا إنشاء الوحدة الأولى هاي تقراها بالليل تمام باليوم الثاني يوم 13 سبعة تكمل الوحدة الأولى وتقرأ الوحدة الثانية طبعاً راح يكون بالليل الإنشاء ما للوحدة الثانية هاي يوم 13 سبعة يوم 14 سبعة اللي هو اليوم قبل الامتحان تقرأ الوحدة الثالثة تبقى الوحدة الرابعة مراجعة بسيطة ما تحتاج وقت تقرأ النوب إنشاء الوحدة الرابعة بالليل تمام؟ يبقى إنشاء الوحدة الثالثة تقرأ آخر شيء ليش خليت آخر شيء لكم؟ لأنه هو أقل أهمية أشوفها أنا بالنسبة لي أشوف أقل أهمية من بقية الإنشاءات تمام؟ فنقرأ الوحدة الثالثة نكملها راجع الوحدة الرابعة مراجعة بسيطة لنما تأخذ وقت ونقرأ الوحدة 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 الرابعة بعد إن شاء ما الوحدة الثالثة مراجعة نسوي لبسيطة ها بالنسبة للمراجعة النهائية لمادة اللغة الإنجليزية طبعا من القناة مالتي دا نزل الدروس بالوحدة الأولى وراح نزل امتحان الكتروني أيضا بالوحدة الأولى الوحدة الثانية نفس الشي والوحدة الثالثة حتى الضبطون هاي المادة هذا بالنسبة للمادة راح أسوي لكم مراجعة أيضا الوحدة الأولى الثانية الثالثة مراجعة مركز ايضا بلدة امتحان راجعولي التنقيط راح أخلي لكم الرابط فوق وراجعولي السؤال اللي فيديو سويت لكم عن التحجي راح أخلي لكم الرابط والت لأن راجعوه المهمات حصلون عليهم درجة زيانة بالامتحان كل التوفيق والنجاح مع السلامة